موسيقى لماذا انتشرت بين صفوف بعض المسلمين ظاهرة التكفير لأنه كان لأحدهم مثلا اجتهاد أو سوء اجتهاد وهذا يتصور أنه هو الإسلام وأنه هو الوحي المنزل وعليه لأن الآخرين يعملون بالنص الصحيح أو بالإسلام الصحيح أو لهم اجتهاد آخر يتعارض مع اجتهاده يتصور أن هؤلاء مارقون من الإسلام فيجب قتلهم وتباح دماؤهم هذه ظاهرة التكفير من مناشئها هذا الأمر يعني مثلا أحدهم من سوء رأيه يتصور أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة نسأله هل هناك نص في تحريم المولد النبوي الشريف من القرآن أو السنة يقول لا نقول هل هناك نصوص في القرآن تقتضي تبجيل الرسول صلى الله عليه وآله واحترامه يقول نعم هناك نصوص في القرآن الكريم تقتضي احترام رسول الله صلى الله عليه وآله نقول طيب هناك أكثر المسلمين اجتهادهم أن إقامة المولد النبوي الشريف هو تطبيق للنصوص الدينية التي تأمر بتبجيل رسول الله باحترام رسول الله بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت رأيك يخالف رأي هؤلاء ومستند رأيك ليس القرآن ولا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وإنما تصورات أو بتعبيرك اجتهادات لبعض الأشخاص فعابر هذا الاجتهاد الخاطئ إن صح تسميته اجتهادا وليس هو باجتهاد وإنما هو رأي سيء سوء رأي وقصور في الفهم يتم تكفير أو تضليل عامة المسلمين الذين بإقامتهم للمولد النبوي الشريف يبجلون رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكرونه ويحترمونه ويطبقون كليات النصوص الدينية في احترام رسول الله صلى الله عليه وآله وحينما تناقش مثلا هذا الشخص تقول بأنكم مثلا تصلون الصلاة الفلانية وهي في صحاحكم يعبر عنها بالبدعة نعمة البدعة يقول إن البدعة أقسام بدعة حسنة وبدعة سيئة زين لماذا حينما يصل الأمر إلى المولد النبوي الشريف تعتبره بدعة سيئة لماذا لا تعتبره بدعة حسنة وهو ليس بدعة بالأساس ولكن مجاراتا في الكلام والنقاش والصلاة اللي هي أمر موقت من الشارع وتوقيفي في كيفيتها تجوز البدعة فيها مثلا وتعتبرها بدعة حسنة وتقول نعمة البدعة فعلى كل حال المقصود أن هذا النمط من التفكير بحيث أن الإنسان يعتبر رأي شخص أو اجتهادة أو فكرة هو الوحي المنزل وما سوى ذلك من آراء من اجتهادات هي كفر أو ظلال بهذه الطريقة وبعيدا عن النصوص الدينية والشرع وكلام الرسول والآيات القرآنية هذه الطريقة مع الأسف انتشرت في بعض من يدعون الإسلام وعبر هذه الطريقة يكفرون المسلمين ويبيحون دماءهم ويقتلونهم ينبغي علينا في المرحلة الأولى أن نعرف ماذا يقول الإسلام بعيدا عن آراء الرجال ثم بعد ذلك إذا وصلت النوبة إلى الاجتهادات نرى أن هذا الذي يدعي هذا الكلام هل هو حقيقة باجتهاد أو سؤراء لأنه قد يكون سؤراء ويعبر عنه باجتهاد وفي المرحلة الثالثة هو أنه نعلم أن إذا كان هناك اجتهادات وكل واحد من المجتهدين بذل جهده ووصل إلى نتيجة هذه النتيجة تمثل رأيه وجهده وليس بالضرورة تمثل الإسلام الحنيف أو الإسلام الصحيح وقد نفس هذا الإنسان الذي كان له اجتهاد يتغير اجتهاده في يوم آخر لأن هؤلاء عيسوا بمعصومين ترجمة نانسي قنقر